يخطط علماء البيئة لإنقاذ غابات الأمازون والحفاظ على البيئة ومكافحة تغير المناخ من خلال زراعة ورعاية الأشجار المحلية في الأماكن المتدهورة وأكد العلماء أنه بحلول عام 2025 سيتم تعيين عمال وتأسيس حضنات الأشجار حيث ستزرع الشتلات قبل النقلها إلى الحقول وزراعة أكثر من ملياري شجرة أصلية وتعتبر غابات الأمازون التي تمتد عبر تسعة بلدان من أكثر المناطق التي تأثرت بشدة بتغير المناخية